مرحباً عزيزي المشاهدين، أهلاً بكم في فيديو جديد هنا على قناة من غير المونتاج دلوقتي خلينا نتكلم على معنى كلمة تايب كاست يعني ايه تايب كاست؟ يعني الممثل ده بيلعب نفس الدور في كل الأفلام أكيد أنت أخذتوا بالكم من الموضوع ده هتلاقي مثلاً ممثل زي سامويل إيل جاكسون جيب أي فيلم لسامويل إيل جاكسون هتلاقيه تقريباً بيعمل نفس الشخصية هشوف ممثلة مثلاً زي جينيفر آنستن يعني نادر نادر لما تلاقيها بتكسر برا الدور بتاع ريتشال اللي هي كانت بتعمله في مسلسل فرينز دايماً هي البنت الكيوت اللي بتدور على حب هتروح مثلاً لشخص زي جوني داب شوف كل الأفلام اللي جوني داب بيعملها هتلاقي أن دايماً كل فيلم لازم يعمل دور الشخصية الويردو الغريبة ولكن عنده تشارم وانت تحب الشخصية دي بشكل مش طبيعي شخص تاني من الممثلين دايماً هو طايب كاست اللي هو الدور بتاعه متوقع تشوفه من 20 كيلو كده هو شخص زي فين ديزل بعيدة مع أن فين ديزل بس بيعمل دلوقتي أفلام فاستان فيرويس ما بيعملش أو بقاله سنين طويلة ما بيعملش حاجة غير فاستان فيرويس بس حتى الأفلام الثانية الغير فاستان فيرويس هو دايماً بيعمل نفس الدور الشخص اللي جداً طف اللي جداً ناشف اللي ما عندوش هزار كتير وأهم حاجة عندو هي الفاميلي وواحد من الممثلين دلوقتي اللي بقوا مشهورين في هوليوود وأنا صراحة خايف على الشخص ده إن هو يتحط خلاص جوه الطايب كاست ده وما يعملش أدوار تانية مختلفة الشخص سي طوم هولند طوم هولند ممثل جداً 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 موهوب موهوب بشكل مش طبيعي والنجاح اللي أخده من سن صغير ده أكيد شيء ساعده إن هو ينتشر أكتر ويلاقي فرص أكتر ولكن فكرة إن هو عمل الأدوار بتاعة سبايدر مان والأفلام بتاعة سبايدر مان بقت مشهورة بشكل مش طبيعي خاصةً للسبايدر مان اللي توم هولند بيعملوه جوا عالم مارفل السينمائي ده خلى إن ناس كتيرة بتبص لتوم هولند بنفس الشكل اللي هو توم هولند هيفضل طول عمره الشخص اللي عنده 16-17 سنة الزكي الكوميدي اللي عنده قلب من الذهب يعني حتى لما حاول يعمل دور انشارتد في الفيلم بتاعه انشارتد دور مختلف حبتين محدش عارف يشتريه جوا الدور ده عشان بس إحنا بصن له بالشكل ده الشكل اللي هو هو لسه بيتر باركر فأتمنى إن هو يكسر برا المولد دي ويعمل حاجة مختلفة أو يشوف دور فعلاً فعلاً يتحدى الليستة بقى الأساسية بتاعتنا بتاعت الفيديو دي هم عن الممثلين الممثلين اللي قدروا يكسروا الطيب كاست بتاعهم هم الممثلين اللي لقوا شهرة بنوع معين من الأدوار هم الممثلين اللي هوليوود كاملة للكاستنج دايراكترز للمخرجين لكل الناس اللي بتدور الأمور في هوليوود كانوا بصين للممثل ده اللي هو آه الممثل ده اللي هو بيعمل الأدوار كذا ولكن الممثلين دول أثبتوا نفسهم أن لأ إحنا عندنا بعد تاني ونقدر نجيب حاجة زيادة على الترابيز ولكن قبل ما يبدأ الفيديو أنا مظبطكم فيه تقريباً ثلاث فيديوهات بتنزل في الأسبوع يعني بنعمل أبلود هنا على القناة بشكل شبه يومي فما تنسناش بالسبسكرايب أتاكد أنتم مشتركين ومشتغلين كل التنبيهات رجلين أن نصل إلى 600 ألف مشترك في قرب وقت وبرضو اعمل اللايك على الفيديو لأن ده فعلاً فعلاً بيساعد وأحب أقول لكم شكراً نبدأ بممثل من أشهر ممثلين في هوليوود وبرضو معروف شكل مش طبيع هنا في العالم العربي جيم كاري إنت أول لما أقول لك جيم كاري أنت يجي في دماغك دحك وجيم كاري اكتسح هوليوود في أوخر التسعينات بداية الألفنات بقى فيلام زي ده ماسك بقى فيلام زي دامن دمر بقى فيلام كتيرة كان معروف إيس فنتورا الحاجات دي كلاسيكيات في الفيلموجرافي بتاع جيم كاري بس مرة واحدة جيم كاري يقول له طرح أنا برضو عندي جانب درامي أنا برضو أقدر أعمل حاجة تانية غير أن أنا بس أدحك الناس ينزل فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind فيلم غريب فيلم يعني البودجت بتاعته مش أعلى حاجة فيلم ما تستوعبش إن ليه جيم كاري يكون هو الوش وراء الفيلم ده بس تتفرج على الفيلم أوه أوه لا لا تطلع جيم كاري حاجة أكتر من إنه بس الشخص اللي محتوثه قدام الكاميرا عشان يدحك لا فيه يقدر يعمل شخصية فعلا تكون عاملة زي البصلاية كده فيها أكتر من طبقة تقدر تبدأ تأشرها واتفهم إن الشخص اللي محتوثه قدامك ده مش شخص ذو بعد واحد لا فيه أكتر من بعد للشخصية دي والشخص ده فعلا فعلا قادر يمثل الدور ده جيم كاري أثبت فيه إنه مش الجملة اللي بيلخصه بها الموضوع ده هو مش هو مش بس الشخص اللي عنده حيلة واحدة كده هو بس هيقدر يدحكك ويمشي لا ده ممثل حقيقي هو أيوا بعد كده جيم كاري برضو وقع نفس الموضوع وعمل غلطة كبيرة جدا بالفيلم بتاعه من أندمون ما كانش أكتر حاجة لواحد متوقعها من جيم كاري وفيه درامة كتيرة حصلت من خلف الكواليس بس كحاجة كسرت القالب بتاعة جيم كاري اللي إحنا متعودين منه نروح دلوقتي لممثل ربما الجيل بتاعي ما كانش فاهم إن الممثل ده كان محطوط جوه لطيب كاست ده علشان إحنا شفنا أدوار جمدة جدا ليه بس خلينا نتكلم على ماثيو مكانهي ماثيو مكانهي في البداية خالص كان بادئ باللي هو دور أنا الشخص اللي ستونر أنا الشخص اللي هو ما بياخدش الحياة بجدية الشخص اللي دايما عايز عايز يضحك عايز يستمتع بحياته بعد كده ده تطور سنة واحدة قدام إن هو بقى الشخص الرومانسي الشخص اللي أنا هشتغل على نفسي علشان أقدر أبهر البنت دي وفضل موجود جوه الموالده فترة طويلة لحد لما مره واحدة قالك هنالحنا نهزر ولا إيه؟ انزل لك يا معلم بـ دالاس بايرس كلوب وياخد يا معلم الأوسكار اللي هو واو ماثيو مكان هي ممثل أوسكاري كمان ياخد الأوسكار لا الراجل ده مش جاي هزر واحد من أعلى الأسامي في هوليوود بعد كده بقى تلاقي إن ماثيو مكان هي بيقدر يسيب البصمة بتاعته بالكارزمة بتاعته في ظهور صغير يعمله هنا ويمشي مثلا في فيلم دا ولفوفوفولستريت من أكتر حاجات الأيقونية اللي طلعت من دا ولفوفوفولستريت هو المشهد بتاع ماثيو مكان هي مع أنه مالوش دور كبير في الفيلم بس انت تعمل دي على طول تفتكر وولفوفولستريت والدور اللي ماثيو مكان هي جي عمله كده هو وطلع وخلع والدور دا مالوش أي دعوة تماما بالحاجات اللي بدأ بيها ماثيو مكان هي بعد كده بدأ طبعا يعمل دور مع المخرج كبير زي كريسفر نولن بفيلم انترستيلر اتحط في خانة تانية لواحده إنه من أتقل الأسامي اللي موجودة هو أيوة السوق بتاع ماثيو مكان هي مات مؤخرا يعني كأخر فيلمين عمله يعني محدش سمع عن الأفلام اللي ماثيو مكان هي عملها مؤخرا بس اللي احنا عرفناه كمشاهدين إن ماثيو مكان هي هو ممثل بجد مش ممثل بتاع رومانتك كوميديز بس أو ممثل بتاع أدوار ثانوية في أفلام كوميديا لا هو ممثل حقيقي ومن العيار التقيل كمان يقدر يقف يعني تو 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 أو يقف الند بالند مع واحد زي اليناردو دي كابريل نروح دلوقتي بقى على الممثلين الشباب نرجع تانية عند دور الممثلين الشباب اللي لسه في بداية المشوار بتاعهم ونروح للشخص اللي أنا شايفه بيعمل الحاجة الصحة عن توم هولند وهو تيميثي شارلمين دايما انت في الممثلين الشباب هتلاقي الاسمين دول بيتحطوا قدام بعض انت إما تيميثي شارلمين يا إما توم هولند مين من دول اللي هياخدوا السوق وأيو أنت ممكن تتكلم كتير على تيميثي شارلمين وإيه اللي بيحصل من خلف الكواليس واله هو اندستري بلانت أو هو محطوط هناك بالوسطى في المكان اللي هو فيه بس بصراحة أنا هتكلم تيميثي شارلمين قادر يلعب اللعبة بشكل صحة أكتر من توم هولند أنا لما شوف تيميثي شارلمين في مثلا كول مي باي باي يور نيم ولا حاجة ماشي ربما الفيلم ده هو اللي حطه على السحة وإحنا حسنا أنه هنشوفه بيعيد نفس الدور ده في أفلام تانية اللي هو دور الولد اللي لسه صغير الأنكستي اللي دايما مبتئب وبتاعه الكلام ده بس مرة واحدة لقيه فيلم زي فيلم Don't Look Up عامل دور غريب شخصية غريبة كده هو جاية في نص الفيلم أو في آخر الفيلم اللي هو أهلا أنا جزء غريب جوا العالم ده وأنا هزبط الدور ما عنديش أي مشكلة مع كده مرة واحدة تلاقي تمثي شارلمين في دور الدون دور المصايا اللي هيمسك الفرانشايز دي أو الفيلمين دول على كتافه وأنا صراحة قاعد في السينما كده هو شايف تيمو قدام السينما لا صراحة الولد ليد الولد نجم نجم بشكل مش طبيعي وأنا مصدقه جدا في الدور ده وده بيفتح له أبواب كتيرة من المستقبل بتاعه كان مين تاني أخذ نفس الضغط ده في سن صغير كان ليناردو ديكابريو لانردو ديكابريو من سن صغير أخذ أدوار تقيلة وكبيرة على أن هو يشيل حوارده فوق كتافه ولكن قدر يثبت نفسه مثلا فيلم تايتانيك ليناردو ديكابريو ما كانش بالكبر ده لما مسك الدور ده بس قدر يثبت نفسه أنا شايف أن نفس الاختبار دلوقتي بيتحط قدام تيميتي شارلمين وأنا صراحة واثق أن تيميتي شارلمين هيقدر يوصل أو يكون قدر التحدي ده وقدر يكسر عن الطايب كاست بتاع الولد التينيجر اللي جدا مكتئب مش عارف مين اللي لسه شخص زي توم هولد مش عارف يكسر منه أو ياخد دور كده هو يطلعوا بره القالب الغريب ده نروح دلوقتي لشخص اتأخر حبتين عشان يكسر بره القالب ده وهو جونا هيل جونا هيل انت اللي متفرج عليه كان لسه مع الشلة بتاعت سيث روجن الشلة بتاعت مايكل سيرا الشلة بتاعت جيمس فرانكو احنا بنعمل أفلام كوميدي علشان احنا بنحب نعمل الأفلام دي واشطق كانت أفلام ممتعة وكل حاجة بس برضو كان لا يزال جونا هيل اللي هو الباست فرند الكوميدي الوزنه تقيل حبتين بس هو كان هو ده الدور بتاعه تشوفه حتى لما كبر شوية يعمل لك 21 جامب ستريت انت لسه في نفس القالب ده ما كسرتش منه بس هو بدأ ايه بدأ يعني بيسمى الله بالهوليودي يبرش شولدرز فهميني ازاي يمشي كده هو مع أسامي كبيرة طب ما نجرب مانيبول ليه لأ اوه والله والله في شغل في شغل يسمع ان كوينتن تارنتينو بيعمل فيلم عم كوينتن ممكن اطلع في الفيلم بتاعك ظهور سريع كده مش غلط ماشي نلاقيه في فيلم لكوينتن تارنتينو جونا هيل جونا هيل اوكي اوكي حلو حلو ومرة واحدة امعلم يعملك دور يعني شبهة اساسي او دور مهم جدا يعني في فيلم المارتن سكورسيزي فيلم دولف فولتريت اللي هو ايوة انت ممكن تقول هو دور الشخصية اللي تتعودها من جونا هيل بس انت في فيلم مارتن سكورسيزي ما ينفعش شخصيتك تكون بالسطحية دي لا يعمل دور الشخص اللي مجنون جدا ويكسر برة القالب ده ودلوقتي حاجات كتير كان فيه ليمتد سيريز نزل على نيتفليكس مع مانياك ياس حاجة غريبة جدا حاجة مش اللي انت تتعودها ان شخص زي جونا هيل يكون ليه دور كبير وواضح ان هو عايز يثبت للناس ان يا جماعة خدوني بجدية دلوقتي والواحد دي يقدر ياخده بجدية بعد العمل ده كان طالع مع ام ستون في عمل جدا جدا خرافي وجدا يبقى يقولك ان انا خلاص انا كبرت عن الحاجات اللي كنت بعملها قبل كده شخص تاني بقى مش راضي يكبر تمام وده احسن تعريف للموضوع ده هو لما كسر برة النوع المعين من الافلام واللي ده معين من الشخصيات اللي بيعملها كسر جامد بس يعني نفسي مايرجعش جوه الموضوع ده تاني هو ادم ساندلر ادم ساندلر نوع الكوميديا اللي كان بيعملها ليتل نيكي بقى والحاجات دي كانت تنفع لوقتها تنفع للتسعينات بداية الالفنات الكلام ده بس هتلاحظ ان ادم ساندلر بيعمل نفس دور الشخصية الشخصية اللي هو راجل كبير ولكنه طفل من جواه طول افلام ونفس الشخصية حتى واحد من الافلام اللي ممكن ها نعديل ان انا عندي صفت سبوت للفيلم ده فيلم زي كليك برضه هو نفس الشخصية وخلاص النكتة ادمت وانحنا كبرنا على النكتة بس ادم ساندلر مش راضي يكبر من النكتة دي لحد لما مرة واحدة كده في 2019 نلاقي فيلم اسمه Uncut Jim من مخرجين جداد اسمهم السادفيز اتفرج على الفيلم ينهارز ده ادم ساندلر مش ممثل حقيقي لا ده بالنسبة لي كان من اعلى الممثلين في السنة دي بالدور اللي عاملوا فيلم Uncut Jim هو ايو انا بحب فيلم Uncut Jim بشكل منش طبيعي للنستايل الاخراج في الفيلم ده بيبقى لك ان لأ صناعة السينما ما ادمتش ما بقيتش صناعة هو لسه تعتمد على الفنان اللي ورا الكاميرا بس ان هم يجيبوا شخص زي ادم ساندلر يعمل الدور الغريب ده الدور اللي بجد ما يشبهش اي حاجة تماما من اللي ادم ساندلر عملها واو برضو ادم ساندلر عمل حاجة مختلفة في فيلم هاصلر بس لا يعلق على الحاجة الغير متوقعة اللي انت خدتها من فيلم زي Uncut Jim ومادام احنا جبنا سيرة السادفيز المثال الجاي اللي احنا هنعمله بقى ده انا شايفه من احسن القصص بتاعت النجاح كصورة مش نجاح كفلوس لأ النجاح كصورة في هوليوود وهو روبرت باتتسن اول ظهور لعامة الناس لروبرت باتتسن كان فيه كان في الجزء الرابع لأفلام هاري بوتر هاري بوتر ان ده جوبلت اوف فاير يطلع لك روبرت باتتسن يعمل لك دور سيدريك ديجري اللي هو اوكي الولد الجديد دلوقتي اللي طلع قدام الكاميرا الحليوة اللي نقدر ناخده ونعمل منه فلوس في فرانشايز تانية اللي نخلي البنات تتعلق بيه وبتاعشان هو ايه يعني ليت حلوة يعلق التينيجرز بيه وده اللي حصل بأفلام توايلايت عملك يا معلم كام فيلم لتوايلايت الله وكيلك يعني أفلام سيئة بشكل مش طبيعي لمعظم السنين اللي جات بعد كده كان بالنسبة لنا روبرت باتتسن هو ادوارد من توايلايت وهو هيفضل طول عمره ادوارد من توايلايت مش لأ اما انت هتفضل طول عمرك بس هو الشيء ده الهارت تراب بتاع البنات اللي اوكي انت مش ممثل جدي بس في الوقت ده كان روبرت باتتسن بيعمل حاجة في منتهى الزرق قالك توزف الأضواء توزف الفلوس بتاعت هوليوود توزف كل حاجة انا هروح عند الناس اللي بيشتغلوا في عالم الأفلام بقلبهم ودمهم راح عمل لك سلسلة من الأفلام المستقلة اللي مفيهاش باجت كتيرة وما كانش بيطلب فلوس بل هو بس عايز يمثل ويعمل لك فيلم جود تايم مع الساد فيز بارتو انا اللي متفرجت على فيلم جود تايم ده؟ ده بتاع توايلايت؟ ده بتاع توايلايت؟ يا الله يا الله على التغير اللي مش طبيعي اللي حصل للشخص ده بس في سنين قليلة وهو ما كانش بيطلب الاهتمام من هوليوود على قد ما هو كان بيطلب انه يثبت نفسه كممثل اللي هو انا عارف ان انا الصورة العامة ليا دلوقتي لناس كتيرة ان انا الشخص بتاع توايلايت ولكن انا هغير الموضوع ده وبعد ما اثبت نفسه في السينما المستقلة رجع تاني جوا هوليوود بالسينما التجارية وقال لك انا هعمل باتمان ويكون هو اكتر واحد يعني ياخد هجوم ان هو يعمل الدور بتاع باتمان الناس لسه ما كانتش فاهم ان ازاي بتاع توايلايت ده هيعمل باتمان ينزل اول اعلان يسكت كل النقاط يسكت كل الناس اللي يقولن ان روبرت باتتسن مش هيعرف يعمل باتمان والناس كتيرة دلوقتي النسخة بتاعت باتمان بتاعت مات ريفز وروبرت باتتسن فيه ناس تحطها في القائمة بتاعتهم كافضل يعني الاتريشن اللي باتمان في سنينه الاولى تحطت على السينما والتمثيل بتاع روبرت باتتسن هو اي وا اي محبتين في فيلم باتمان بالنسبة لي صراحة بس فكرة ان هو مش بس يكسر الطايب كاست بتاعه بل يذغدغوا ويقول للناس ان انا اثبت نفسي لو سمعت حدي يجيب سينة ادورد دي تاني هزعلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة